ناقشت النخوية كده انكتشفت ده عن طريق الماسج عرفيه تبوك ما بينه ما بينه واحد قحبه وانه هو بيتقابله وبيعمله ده في الشقة بس انا دلوقتي مش عارفة ان انا احكي لماما او لبابا ولا لأ او المفروض ان انا عامل ايه عنده كم سنة؟ 23 سنة 23 اتكلمت معه؟ لا بصراحة انا مفتحتش الموضوع انا مجرد ما قريبت الاشيات ما اتكلمتش خلق لازم لازم يكون في حل الحل ده بقى ممكن تتكلم معه ممكن يتعرض على اخصائي لازم يكون في حل تقدر تتكلم مع اخوها بحاجة زي كده لا تقدر تتكلم اه اه هتقدر يتكلم يا رانيا بحاجة زي كده معه ولا صعب لأ طبعا صعب لانه انا 17 رهو ده طبعا 20 فدي حاجة مستحيلة انت اصغر منه؟ اه طيب يبقى الجائي بقى الام الجائي العم الجائي الخال الجائي لاي حد قريب يعني طبعا اكيد كل عقلين قضي حد باله طويل يعني لو بدأنا بالاب هيعمل مصيبة في البيت عالفاطي فما تبدأيش بالاب ولازم الولد ده يتعرض للعلاج لانه ممكن يكون هو في وقت العلاج سهل وممكن يكون في وقت المسألة صعبة بس في كل الاحوال العلاج لو ما خلتهش يتراجع فهيتوقف لانه كل ما المسألة بتزيد كل ما المشكلة بتزيد كل ما تقدم العمر وعدد الممارسات الجنسية ليزيد دكتور نفسي يا دكتور يعني لو رانيا دلوقتي اتكلمت مثلا مع والدتها يا والدتك ممكن يا رانيا تتكلمي معاها ولا صعب علوه معايا دكتور معايا رانيا داريتك لخط قطة بالك بس علشان نكون يعني يعني وقعيين في الطرح اوعي تتصور ان الولاد ديات مبسطين بالحالة اللي هم فيها ده اقصر الناس قلق واقصر الناس اكتئاب ده مكتئبين طول الوقت وقلقانين ومتوترين انت عارفة يعني ايه واحد مخاب بكارثة زي ديات جواه ومش قادر يتكلم مع حد فيها عارفة يعني ايه حالة الاكتئاب والقلق لما يلاقي صاحبه عايز يخطب وعايز يتجوز ومشي معه وحده وبيعمل مش عارف ايه وهو مش قادر يعلن ده وحياته حياته كئيبة جدا هو انت متصورة اصلا انه وقت اللقاء الجنسي اللي ممكن يعمله ما بعد اللقاء الجنسي بيبقى مبسوط ده هي الفترة اللقاء الجنسي اللي ممكن تكون من سبعة لعشر دقايق او اكتر او اقل بعدها بيعيش ازمة بالشهر ونص وانت متصورة ان العالد دي مبسوطة وفرحانة العالد عايز يتعالج ونفسها تتعالج بس نفسهم اللي قدر يقدرهم يعني الاولاد دي تعبان كلهم بيعانهم من القلق والاكتئاب كلهم بيعانهم من القلق والاكتئاب كلهم بيعانهم منفزع ليلي كلهم بيعانهم من عدم راح نفيش حد فيهم مستريح ويصعبوا عليك لما يتكلموا ولما تشوفهم هم بيعيطوا على حالتهم يقطعوا قلبك زي ما بيقولهم المسألة ما هماش مبسوطين بيها ولا حاجة هو عايزين حد يكون فاهم حد يقدر وياك في نظر المجتمع المهينة خلدي بال حضرتك انه مشكلة مواقع التواصل وطبعا كل اللي بيسمعني حصل مرة بالخبرة دي هيفهم كل مواقع التواصل اللي ممكن يعرف يعرف يجيب حد او حد يلقطه ويتقابلهم تلاقي ما بين حرمية يسرقوه يسرق تلفناته يضربوه يهنوه او حاجة يعني ان في مواقع التواصل اه طبعا للجيز طبعا طبعا وثلت ربعهم حرمية اللي دخلين ويروح يفرقوه اه وتعالى وانا كذا وانت كذا وبتاع ويعيشه الحالة ويعيشه الجو طب نتقابل في المكان الفلاني ونروح يسرقوه ويبهدلو ويتضرب ويمشي ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يتكلم طبعا طبعا شوف شكل الاهانة اللي بتبقى على الولد ده هو مروح العيال دي برضو غلابة العيال دي يعني ده مش تعاطف علشان بعض الناس بتتصور انه انت بتطب وبتعاطف خاصة لا احنا متعاطفين بس متعاطفين للحل ايو يعني احنا شايفين ان الصحن احنا نحل لانه في ناس بتفهم كلامي غلط انه انت بتجد لهم المبررات لأ هم عيال غلابة وعيال الظلمت وبعضهم ملوش دور في الحالة دي لانه تم التحرش بيه جنسيا هو صغير مرة واثنين وثلاثة وعشرين وممكن من اهملنا احنا يعني ممكن يكون ده اساسا من اهمال امه او ابوه اه طبعا اللي احنا بالنهار ده سبب الاهانة اللي هو عايش فيها دي احنا كاهل مسؤولين يعني هقولك ايه هقولك انه بعضهم ايه يعني لما بيبدأ يتكلم وعرف حالته يقول لي ماما كان مسكة الواطس والفيس والمش عارف ايه بسيبت سبع ساعات فقود اتنمها وقفل على نفسها ولكن انت تخيالي بقى موراق هذا طبعا ما احنا لازم نكشب بقى الحقيقة علشان ما نفضلش نسلط الاتهام والاسهم على العيال دي بس لا هم تربوا في بيئات مش صح قوي هم تربوا في نوع من الاهمال او التدليل او القسوة في مشاكل وصلتهم للمستوى ده ولو اب يعني عنده شوية رحمة الولد كان يبقى عنده الاحساس بالامان انه يقول له انا حصل معايا كذا انا ليه بحس بكذا انا صحابي بيقولوا كذا كذا وانا مش حاسس بدا عندي ايه في الاول هتبقى المسألة بسيطة وحلها بسيط انما العيال دي متهانة والعيال دي بتضرب والعيال دي مكتائبة وعندها قلق طول الوقت وعندها فزع ليلة وحلاتهم مش مبسوطين او باللي هما فيه ايوه عشان معاناة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة